طيب نبتدي بسؤال مرسط دلوقتي هل هي كده بعليها ضرائب هي تفجأت بأن عليها تأمينات 8000 جنيه كده هي تتوقع بعليها ضرائب ولا مفروض تسأل ولا إيه المفروض تسأل إذا كان جهة العمل خصم الضرائب عن هذا المبلغ ولا لا طبعا بالنسبة للتأمينات ده قضع للقانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية طالما عليها تأمينات معينة المفروض أن هي يعني تدفع لشان تحسن المعاش بتاعها هنا بقى جهة العمل هل كانت بتدفع ضرائب عن هذا المبلغ ولا ما كانتش بتدفع ضرائب هذا المبلغ لازم ترجع لجهة العمل جهة العمل ولو ما كانتش أو مش عارفة توصل لمعلومة يبقى تروح نفسها للضرائب تسأل بالضبط طيب سؤال أستاذ رمسيس الضريبة بتتخصم على الجزء الإضافي من مرتبه يعني العمل بعد موعد العمل للرسمية على كله على الأجر الشامل المبلغ اللي هيقبضه في الجهو في الآخر هو ده اللي مخصوم منه الضريبة بالضبط وهي طبعا الشرايح زي ما احنا شايفين بالنسبة كلها بقت قليلة يعني احنا بنقارن 20% كانت قبل التعديل بنتكلم على 2.5 بنتكلم على 10 بنتكلم على 15 فهتجد الفروق يمكن لمصلحة العام الأكثر ايه اللي خلى التعديل ده يحصل هو فيه هنبص نلاقي احنا طبعا نتكلمنا لغاية 22.5% لغاية اللي هي 400 ألف جنيه أكثر من 400 ألف جنيه لغاية 600 ألف جنيه ده بنتكلم على 25 هنجد أنه أكثر بقى من 600 هيبدأ الفرق يعني يعني دلوقتي بقى 600 ألف جنيه في السنة من 600 ل700 يبدأ يا فيه من ميزة ليه ايه ميزة الشريحة الأولينية اللي هي الشريحة اللي هي كانت أكثر ألف وللتاسع عيب 24 بالزبت وبعدين من 700 ل800 فيه من الشريحة التانية اللي هي 2.5% وبعدين من 800 ل900 الغاية ما يوصل لمليون مليون ما بياخدش خلاص بقى أي أفاق في الشريح في الشريح السوري بيقول لحضرتك وفيه موظف بياخد مليون في السنة آه فيه يعني فيه فيه طبعا قيادات طيب دكتور ممكن سريعا بس الوقت تجري مع حضرتك عايزين نحوانا جاب كل الأسئلة عبير بتقول لنا لو سمحتوا عايزة أعرف الدرائب للقطاع العام الخاص ولما يكون فيه علاوة أو حافز يبقى القطاع العام فقط الحوافز أو العلوات لا الاتنين طبعا الاتنين مع القطاع الخاص في حوافز و علاوات و القطاع العام في حوافز يعني بتكون من ضمن اللي بتقطع منه الضريبة السنة دي علشان القانون صدر فيه قبل طبعا بداية السنة المالية احنا عارفين سنة المالية للدولة بتبدأ في 1 سبعة فاحنا السنة دي بس هتبقى المحاسبة الضريبية متأسمة إلى جزئين جزء من أول السنة من أول السنة لغاية شهر ستة لغاية آخر ستة اللي هو بالطريقة القديمة وبعدين من أول سبعة لغاية ديسمبر بالطريقة الجديدة بتكلمنا عليه والدرايب اللي هي هتقل على الموظف ده يتحسب من أول 1 سبعة من مرتب في سبعة من واحد سبعة طبعا من واحد سبعة فإذا السنة دي بس السنة مقسومة لقسمين السنة الجاية خلاص ستبقى السنة سنة واحدة للموظف طيب هو الوقت خلص بيستمرده هل الراتب بتاعه من خارج الدولة بيكون عليه درايب ولا لا والله هو القانون كان قال أنه أي مصري بيتقادع أي مبالغ من الخارج أو من أي خزنة مصرية يعني حتى الأجنابي اللي بيتقادع من خزنة مصرية عليه درايب إلا إذا كان طبعا هذا الأجنابي من دولة إحنا فيه اتفاقية عدم يعني إزدواج الدرايب عدم إزدواج الدرايب ترجمة نانسي قنقر